زي ما قولت حبدأ من طرف الخيط من كم سنة ما كانش عندنا كوبيرايتس على يوتيوب أو على السوشيال ميديا وكما ممكن تسرق أغنية وتعملها وتنزل وتأخذ مشاهدات أو فيلم أو واتفر ونفس الكلام بتضر الناس التانين حكموها يعني عالمياً قدروا أنه هم يحكموها هل نقدر نعمل ده في الزكاة الصناعية؟ هو أكيد حنقدر نعمل ده في الزكاة الصناعية قبل ما نبدأ قبل ما نبدأ بالسؤال ده هو نسأله وإحنا ليه نسأل السؤال ده دلوقتي؟ الزكاة الصناعية ده موجود من الخمسينات وإحنا في التمانيات لما كنا في مصر بنعمل ماجستير ودكتوراه كنا بنشتغل برضو في الزكاة الصناعية لما الجه في انتشر الزكاة الصناعية التوليدي إنه هو الزكاة الصناعية بيولد معلومة أو بيولد فقرة أو بيولد كتابة يولد سيناريو يا فن ورسائل ماجستير ودكتوراه حضرتك ما بتقدرش تعرف مين منشئ هذا المحتوى في مساعي في الاتحاد الأوروبي أنهم يعملوا ميساق للتعامل مع مخرجات الزكاء الصناعي. فأصبح النهاردة أغلب المطورين أو أغلب الناس اللي بيستعملوا هذه التقنية بيبدأ يحط أن هذا المحتوى تم صناعته أو تخليقه برامج السجاء الصناعي بس قبل كده في حاجة تانية تهمنا أكتر في الأخلاق الاستعماله. أن أنا المفروض لما بيجي بعمل حاجة بالشكل ده المفروض أن أنا مش بس بعملها للسلام وتميز البشرية. مش أن أنا ضرها أن أنا لما يجي أحط المعلومات أحط معلومات صحة فالأخلاقيات دي هتكون موجودة وحيكون فيه مساق ومصر كمان فيه مجلس للزكاء الصناعي. بيحاول يضع هذه الأوراق البحثية أو هذه المقترحات فيه. يعني عمليا نقدر؟ عمليا نقدر. بس زي أي أخلاق هو مش قانون. الأخلاق معنى أن أحرارك بتلتزم بالمساق المهني. ولما تخالف المساق المهني فيه عقوبة القانون أكتر من كده شوي. فإحنا لو قدرنا نتحكم في جودة البيانات اللي بتدخل للزكاء الصناعي في جودة المخرجات في استعماله لفايدة البشرية. مش لضرر البشرية. حيكون فيه مساق والمساق ده هيبقى كامل. خلو بحقك كبان أن التواصل ما بين الناس بمخراجات الزكاء الصناعي بيتم على حاجات زي الانترنت أو الميتا فيرس أو السوشيال ميديا. الحاجات دي مفتوحة لجهات تقدر ترقبها. فتقدر زي ما حاكم بتقول على اليوتيوب تقدر تخلي بالها ان المحتوى ده. النهاردة احنا عارفين في الأبحاث والمجلات البحثية العالمية بدقوا دلوقتي يبصوا على المحتوى ويقول لك لو هتعمل محتوى في البحث بتاعك. جاي من زكاء الصناعي. حضرتك ممكن تكتب وتقول للناس الجزء ده جاي من زكاء الصناعي. ده في أي بحث بيسموه متن الرفرنس. يعني ده كان عمتن موجود من زمان جدا. لا مش الرفرنس. ده حضرتك أعلى من الرفرنس. الرفرنس دي لما أكتبس فقرة أو أخد نتائج أقارن بيها في بحث. إنما دلوقتي يبقى فيه اتجاه عام في الشركات النشر الكبيرة. إن أي بحث تم مساعدة الزكاء الصناعي في إعادة سياقته. في إعادة سياقته. يعني هو أبسط حاجة للزكاء الصناعي التوليدي. إن حالك نديله فقرات الجرامر بتاعها والنحو بتاعها مش مزبط قوي. هو يزبط هنه. فقال لك بس حالك اكتب. اعمل ديسكلوجر وقول إن أنا استعملت الزكاء الصناعي في كذا وكذا وكذا في البحث ده. طب هيتم معرفة ده زي إنها للسعارية مقال مبارح. معرفش ده صح ولا غلط. معرفش مدى صحة المقالة دي يعني. إنه الضوابط دي هتقوم كمان عن طريق الزكاء الصناعي. إنه اللي هيرائب الحاجات اللي بتحصل دي ولي هيرائب المخلفات اللي ممكن تبقى بتحصل أو غيره أو غيره. الزكاء الصناعي أيضا. إنتوا هتعرفوا منين؟ لو عندك مثل حركة في الجامعة النهاردة طالب عمل البحث بتاعه قائم على الزكاء الصناعي بالكامل التوليد. يعني هوا ما عملش أي مجهود. هتعرفوا انتوا زي. في الجامعات اللي طبعا عشان احنا جامعة دولية في مصر. عندنا برمجيات موجودة. لما الطالب بيرفع الحل بتاع المسألة. في برمجية مش هدي طبعا نعمل دعاية لأي حد. بتقول ما مدى نسبة الاكتباس أو النقل من أبحاث وكتب تانية. ده موجود من زمان النقطة دي. وطلبة تانية جوة كلية. يعني يعني الطول ديت او الاداة دي. بتمكنني ان انا اعرف. هو نقل من طلبة جوة كلية او لأ. جوة الفصل بتاعه او لأ. ومن طلب ومن ابحاث ومعاقع دولية. لأ بس مع. وبرضو بتقول لي على نسبة احتمال وجود اجزاء مقونا بزكاة الصناعية او لأ. فهو فيها حالية بعض البرامج وبعض الادوات موجودة على الانترنت. ان حالياك ممكن تدخل عليها محتوى. ويقول لك هل المحتوى ده تم تخليقه او تم انشاؤه عن طريق زكاة الصناعي. ولا تم انشاؤه عن طريق انسان. طبعا اللي بيتم طريقه عن طريق زكاة الصناعي. ده اصلا انا كانسان بقدر اعرفه. لان لان صعب قوي ان واحد يكتب الفين تلاتة اربعة تلاف كلمة. كلهم جرامر صح. واكسبريشان صح. وما فيش ولا غلطة. والكومة صح. صعب جدا على اي انسان يعمل كده. حتى لو كان بيتكلم اللغة نفسها. زي ما صعب علينا احنا نكتب مقالة بالعربي كلها متزبطة نحو. لازم اكتر من مراجع يقراها. فالكلام ده يعني في القريب العاجل ان لم يكن الان موجود طرق يعني ادوات لان انا قدر اتعرف عليها. بس انا ما اعتقدش ان يعني هيبقى عندنا كومنت او عندنا تعليق ان انت تصحح الجرامر او تعمل كده. احنا بمتكلم على انك تعمل رسالة ماجستير او دكتوراه او اغنية او بحس او مقالة او حاجة مفروض ان انت يعني انت تقدمها للبشرية وتكون انا اسف في اللفظ انت سارئها او انت وخصوصا ان الزكاء الاصطناعي انا جربته بيدي اكتر من اجابة. يعني انا نهاردة سألته عن شيء معين. بيديني احتمالات. تمان ساعتين بسأله عن نفس الشيء بيدي احتمالات تانية. هو طور نفسه. ما هو اتعرف ما هو حالك. لو ما احنا نتكلم بس نشرح يعني هو بيعمل ايه زكاء الاصطناعي. هو عبارة عن اداة حضرتك بتوريها بيانات كتير ومعلومات كتير. زي المعلومات الموجودة على الانترنت. ولاك كلمت على شهاد جي بي تي مسلا. ده لغاية السنتين تلاتة فاتوه. هو الاشهر صح? هو الاشهر او هو اللي عمل التفرة. يعني هو فيه حاجات اقوى منه. فعلا. موجودة من زمان. يعني فيه ده بتاع اللي بيطلع فيديوهات وصور وكلام من ده. موجود من زمان جدا بيستعملوه في حاجات كتير قوي. ده اللي بيطلع صور ترامب وصور مش عالي. اللي بيطلع صور ترامب بيطلع صور تاني. يعني في المقالات اللي احنا بنكتبها في يعني حاليا بنعمل مسلا بنكتب مقالات. ونطلع صور توم كروز مؤخرا. اه هو ده. هو ده. ده واحد من اشهرهم. ده بيعمل انك ممكن تعمل صورة بوصف. تشرح وصف يعمل لك صورة. مسلا ممكن نقول ايه? احنا عايزين مسلا فيل راكب مركبة فضاء بينزل على الامر. ممكن يعمل الكلام ده. اه. الحاجات دي موجودة. النقطة المهمة. يعني ان حضرتك. تطبيق ان الشجاء الصناعي يكتب رسالة ماجستير كاملة. ده الى الان مش موجود. يعني شهات جي بي تي. لحدود. الف كلمة. الفين كلمة. اربعة تلاف كلمة. بس ايخلص لك فصل او فصل. ليه? هو ممكن يخلص اربع خمس صفحات. يخلص فصل. بس انا لازم بديله المحتوى. لان انا لو ما ديتوش المحتوى. هتلاقي ان هو بيجمع شوية كلام من الانترنت. يحطه مع بعضه. وما بقاش فيه فكرة او محتوى. اللي احنا بشرحه للطلاب. اه. بنعمل ندوات للطلاب ودورات تدريبية. بنحاول نوري الطالب. انت ممكن فعلا تكتب مقترح او تكتب فقرة بلغتك. واتدخلها على حاجة زي الشات جي بي تي. وتبدأ هي تنقح لك اللغة. بس في الاخر تجي تكتب تحت ان تم تنقيح اللغة او دم الزر. ده مفيد للبشرية. لكن اللي غير مفيد للبشرية ان الاشياء التانية اللي قلتها لحضرتك. ما هو حضرتك برضو لازم نتفق ان البشرية لازم تاخد قرار في استعمال ما يفدها. يعني احنا عددك مثلا بتيجي في الشارع ممنوع الركنة احنا بنركم. ما هو انت لما بتركم بتعطر للبشرية. فاحنا احنا لما بقى فيه مساق وفيه شرح وفيه تعريف للناس بالمخاطر. احنا ما نقدرش نمشي ورا كل واحد ونقول له التزم بهذه التعريف. فلما احنا لما بتعمل النساق وبعد المساق ده بيتحول لقانون وبيطبق. بتبدأ الناس تلتزم لخطورة الامر. فكرة ان هو يعمل حاجة انا ما اقدرش اعملها. كان فيه حتى انتر بيقو في قناة اخرى اجنبية وجابه راكل فيزيائي مشهور قوي اسم مونيكي. قالك ان الكمبيوتر الكمي خطره على البشرية اكتر من الزكاء الصناعي. يعني الزكاء الصناعي التوليدي الى الان. هو بيطلع على الانترنت يجيب مجموعة من الفقرات يحطها قدامك ويعرضها لك. انما هو لا يدي لك ان ده كويس او وحش. هي الخطورة طبعا نزح لك ما قلت. يعني فلاش كده. بعد كده دخلنا في العصر الرقمي اللي هو الديشتال اللي هو الحالي. البايناري. البايناري والديشتال. zero one zero one. zero one والديشتال. الكمي بعده بيتكلم على مستوى الاتوم او على مستوى الزرة. اللي هو الكونتوم كومبيوتنج. بالانجليزي برضا اشان الناس لو بتتابع. فده الجوجل عاملة منظومة كبيرة دلوقتي. يعمل ايه بقى بيسرع الحسابات بنسبة ملايين المرات. مش بنسبة قليلة. فده هيطور البشرية اكتر من الزكاة الصناعية. ده كان اخر حاجة من. طب العكس ده مفيد اكتر يعني. ما هو مفيد. بس لو حضرتك بتتكلمي على الهجوم السيبرانية يبقى خاطر علينا. لان الهجوم السيبراني حضرتك بتبدأ تجرب حاجات مختلفة عشان تدخل من بوابة التأمين. لكن هاي الهجوم السيبراني ده بيقام عن طريق بني قدمين اشخاص ولا عن طريق الزكاة الصناعية. في الوقت الحالي بمساعدة الزكاة الصناعية. طيب. ما هذا اللي احنا بنتكلم فيه. زي نحقق التوازن ما بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على قيم الانسانية. النهاردة التقدم الكبير اوي اللي بنشوفه في التكنولوجي ده. ازاي هنقدر ان احنا نحمي نفسنا من 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 هجمات سيبرانية من الزكاة الاصطناعية. على 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 طريقة التقنين. هيبقى فيه مساق. وبعد كده هيبقى فيه قوانين. وهيبقى فيه انواع مختلفة من المحاكم. بتتابع واتطبق هذه القوانين. عن طريقنا احنا كبشر. وإيه اللي تم? هو فيه في مصر فيه مساق او خطة طريق ظهرت. حاليا احنا فيه لجنة لسه مشكلة مؤخرا. بتتكلم على الاخلاقيات. وفيه دراسات في اكديمية البحث العالمية. انا عدوا في بعض من هذه اللي جان. بيتكلموا على ايه هي الاخلاقيات وايه هي المخاطر. بحيث انها تبقى اوراق تطلع قدام الكيادة السياسية. بحيث انها بدأوا ياخدوا قرارات ازاي يفعلوا او يعملوا قوانين. الاتحاد الاوروبي وقد خطوتين تلاتة قدام. بس اللي طلع من الاتحاد الاوروبي كان طلع قبل فكرة التوليدي. قبل فكرة الزكاة الصناعية التوليدي. كان في حاجة قديمة شوية. فالفريمورك ده هم بيحاولوا دلوقتي يبدأوا يدرسوه. اللي احنا شفناه في امريكا ان بعض من اعضاء رؤساء مجالس الشركات الكبيرة كتبوا ميساق انهم يحاولوا يوقفوا او يقللوا سرعة الزكاة الصناعية وتطويره. دي برضو من مخاوف الناس اللي على علم شوية ان ده ممكن يدر الانسان. بس احنا عندنا تحفظ على على الميساق دوت لان لو حضرتك خايف من تطويره. ليه اصلا عندك في الشركة بتاعتك بتطوره. ففيه برضو لازم المشاهد يخلي بالو ان في حاجات بتستعمل في اتجاهات اخرى. احنا كفي مصر ادخال تكنولوجيا الزكاة الصناعي في الدفاعات بتاعتنا دي طبعا حاجة اكيد وزارة الصراط شغالة فيها وحاجة مهمة جدا. اه وزارة لتوحاك يعني احنا بالنسبة للخصصية مثلا فيه ميساق الخصصية او قانون الخصصية بتاع مصر. ده طالع من ثلاث اربع سنين. الحاجات دي كلها بتحاول توجه الناس اللي هم يستعملوه. بس احنا منقدرش نتحكم في الناس. نقدر نعاكب المخطئ. يبقى حايم انا هنظل في نفس المشكلة. ده حي. يعني احنا بيسموها كده ايه دايرة ما بتخلص تقريبا. طيب يعني ممكن لو عملنا مسلا نوع من انواع التوعية خليني اقول بمخاطر الزكاة الاصطناعية. هل الناس تبتدي مسلا تاخد بالها من المخاطر دي ولا. هو فيه دورات توعية. وفيه احنا كمان بنحاول نكتب مقالات تخاطب المواطن العادي. نوضح له كيفية الاستعمال الزكاة الاصطناعية وايه هي خطورته. بس هو برضو فيه نقطة في يعني فيه نقطة هي الدنيا مش ظلمة قوي. لان الزكاة الاصطناعية لا يوجد حاليا محتوى عربي قوي في الزكاة الصناعية. فالزكاة الصناعية باللغة الانجليزية موجود و قوي جدا. الزكاة الصناعية على الفكرة موجود من زمان جدا. المخالفة اللي حاليا بتاخديها عشان مش رابطة الحزام. ما هو ده كمبيوتر زكاة الصناعية. ما فيش حاجة هتقول ان بيشوف عشرة مليون صورة في مصر يوميا واحد قاعد يتفرج عليهم عشان يجيب مين للرابط الحزام. فاحنا الزكاة الصناعية موجود حوالينا و مش حاجة جديدة. لا احنا خايفين. البشارية كلها خايفة من ايه? خايفة من اللي كنا بنشوفه في الافلام في التسعينات والالفنات. انه الروبوتات هتسيطر علينا في المستقبل. طيب الروبوتات دي شغالة ازاي شغالة بسيستمز قيمة على الزكاة الاصطناعي. ودي كانت حقاية. ويعني طلعت في بعض ناس كتيرة طلعت خوفتنا منها. وفي ناس كتيرة طلعت قالت اه ده هيبقى موجود. وفعلا يعني فيه حتى كان فيه فيديو معروض من قريب قوي لحد بيسأل روبوت هل احنا مفروض نخاف منكو. اه مفروض تخافوا منينا. لا ممكن اضيف عليها حاجة المرير الزكاة الاصطناعي في جوجل استقال وكتب ان انا استقلت لان انا خايف ان ده اخد. يعني استكمالا لسؤال بسانت. احنا قدام حاجة ممكن تهدد البشرية. فيلم ماترك. يعني هي مش ضلمة. ما هو حضرتك دالوقتي احنا دالوقتي في ما يسمى جيل الثالث من الزكاة الاصطناعي. فيه الجيل الرابعة. الجيل الثالث من الزكاة الاصطناعي ان انا بقول لذلك علىه انا عايز اعمل И lingua انا عايز اعمل هوا بيساعدني في عمالو او هوا بيعملهولي. زي البحث او الكلام داكو. الجيل الرابع اللي ناس رايز. هو كده كل الغاد دلوقتي هو تحت ايدي. هو تحت ايدي. وبالاللو لاء. هو معندوش الفكرة يعني أنا باجي أقول لجوجل أنا عايز أجي مسبيره من بيتنا بيقول لي ده الطريق الأنسب وده طريق أدم كأشخاص يعني لسه الموضوع بسيط مع أبليكيشن أنا بتكلم على العلماء أو الناس بتستخدم ببرمجيات مبرمجين بقى خلاص الموضوع ابتدى في بعض الناس ابتدت تقول أنه ابتدى يطور نفسه بزيادة أكتر من اللي هو مصابح له بيها ما هو حدلك كل الكلام ده ناس بتقول إحنا مشوفناش هو ما بيتطورش نفسه هو مدير الزكاء الاصطناعي في جوجل ما شافشي واستقال خد قرار إنه استقال لأنه شاف إن جوجل أعظم محرك بحثة في العالم ده خطر بيهاتي يعني أنا أنا ما أقول أنا عزاي أنا متفق مع حضرتك هو إنه مدير استقال دي حاجة كبيرة بس هو إحنا بنتكلم في مخاوف للناس دلوقتي حضرتك إحنا إلى الآن مشوفناش زكاء الاصطناعي بيعمل برنامج كامل إحنا شوفنا زكاء الاصطناعي بيساعد بعض المبرمجين في بعض الأكواد لغاية الآن مشوفناش زكاء الاصطناعي عنده مقدرة على تطوير نفسه وإنتاج نسخة تانية منه بس تشوفنا زكاء الاصطناعي زي بحياتك ما قلت إنت حرارك بتخذيب بيانات تانية فبيبدأ يغير المحتوى فأنا مسلا أقولك تبلي عن المقالة دي بعد أربع خمسة أيام ناس تانية بتسألوا نفس الأسئلة بيبدأ يعرف أكتر فالمخرج بتاعه بس إلى الآن مشوفناش زكاء الاصطناعي بيسأل نفسه فاللي احنا بس عايزين نبقى يعني وقعين في مخاوفنا إنه ده قد يحدث كمان خمسين سنة مئة سنة إنما في القريب اللي احنا عايشين فيه لأ هو الزكاء الاصطناعي أنا اللي بسأله أنا اللي بتحكم فيه هدولك مثلا أخو مش ممكن يضللنا بإجاباته ما هو مش بيضللك بإجاباته هو حلولك حسن ما بتعلميه هو بيرد عليكي يعني مثلا لو احنا أخذنا خريطة مفهاش دولة معينة عمره ما هيعرف إن الدولة دي موجودة أو كانت موجودة لو احنا أخذنا تاريخ شلنا منه جزء عمره ما هيعرفه ما عندهش هزيل مقدرة ودي حاجة بقى بتخوف نحنا أكتر من الأخلاقيات ما مدى صحة البيانات اللي هو تعلم بيها احنا بقى مش هزين ندخل في أبعاد أخرى عن أكتر اللي احنا بتكلم في التقنية بس حاليك لو تتخيل إن فيه دولة معينة مش موجودة في الأمم المتحدة كدولة فلما ديجل تسأله الدولة دي إيه عمره ما هيجيب الدولة اللي مش موجودة ويمكن الكلام ده بيرجع أو بيخوف نحنا أكتر زي ما قلت من موجود الأخلاقيات إن أنت لما علمته هل علمته ببيانات صحيحة هل علمته وإديته معلومات إحنا جينا في عيد الثورة الأخير وأنا سألت قلت أنت تعرف إيه عن ثورة يوليو في مصر فأم هو رد علي أن هي ثورة تمت لتغيير كذا 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 لأن المعلومات اللي عنده هي المعلومات اللي احنا نعرفها هي المعلومات اللي احنا بنقولها لو جهة ما أو فئة ما دخلت عليه وبدأت تخذيب معلومات أخرى هيديني اللي حلقك قلت عليه طب الكمبيوتر الكمي إنه هو يعمل هجمات سبرانية على دول أو على بنوك مركزية من أجل إنه هو يسيطر وهو شايف إنه هو يعني بقدرته دي هو يتحكم فلا بحركة لولة الكلام دي مش أنا أيوة ما هو ده اللي بيخوف نحنا سرعة الحساب نحن بس بنحاول نوضح الحقيقة هو في مخاوف هل المخاوف بقى عنيفة إنها تؤرق المواطن في حياته اليومية الإجابة لأ في محازير معينة لازم ناخدها ولازم نخلي بالنا ولازم نرجع هنا طب بتؤرق الدول هي بتؤرق الدول لأن الحاجات دي ليه تؤرق الدول وليس المواطن لأن معنى إن أنا عايز أجيب كمبيوترات كمية في مصر عندي تكلفة وعندي معرفة محتاج إن أنا أوجدها عند الأجالي الجديدة وعند مخاوف المخاوف عشان أدفع عنها بحتاج التكلفة وبحتاج المعرفة بحتاج إن ننشر الوعي بحتاج إن أنا أدرب الناس بحتاج إن أنا أعلمهم فأنا اتكلمت مثلاً في الأخلاق إحنا عندنا مشكلة في البيانات اللي علمنا بيها الزكاة الصناعية عندنا مشكلة أخطر في نماذج الزكاة الصناعية اللي هي قد تكون متاحة لنا يعني هو حالياً هو بيعرف لغة في مثلاً إنيشنفز حصلت في البلقان إن هم عايزين يعلموا التراث بتاعهم للذكاة الصناعية إحنا ما شوفناش في مصر حد عايز يعرف اللهاجات بتاعتنا أنا مسكندرية لهاجات اسكندراني من السعيد لهاجات في السويس في الإسماعيلية إحنا ما شوفناش في مصر حد عايز يعلم الزكاة الصناعية لهاجاتنا عشان نحافظ على تراثنا طيب دكتور أنا عايزة أعرف دلوقتي بالنسبة للأفراد والأشخاص إزاي يحفظوا على ويدمنوا خليني أقول خصوصيتهم في عصر الزكاة الصناعية هي نفس المحاذير اللي احنا بنقولها على السوشيال ميديا إن هو ما يبدأش يحط صوره بشكل عام ما يبدأش يحط أصواته ما يبدأش يحط بياناته لأن هي نفس المحاذير ولما يجي يتعامل مع حاجة بتطلب منه معلومة أو بتديله معلومة يتأكد من صحتها يتأكد من مصدرها إحنا الآن يشوفنا وكمان في برامج دلوقتي بتقام بأكتورز من الزكاة الصناعية في مزعين وصل في بعض القنامات حاليا عبارة عن زكاة الصناعية في فيديوهات كتير جدا تركبت وعلى فكرة نيابة المصرية هنا محقق فيديو قريب عاجة زي كده فيديو متركب لوحدة ده اللي هو الديب فيك ديب فيك بالضبط كده فده هو الديب فيك فهو فيه حاجات يعني لازم المواطن العادي يتم توعيته بزي الحاجات اللي بتتكلم عليها على السوشيال ميديا إن الحاجات دي ممكن تؤثر عليه في المستقبل يعني حضرتك بتنصح إن الناس تشيل الفيديوهات اللي فيها أصواتها وصورها من السوشيال ميديا علشان ما يتعمل لهمش فيديوهات بعد كده الإجابة أيوة أنا لسه مبرح تجربة شخصية مبرح كان فيه حد معانا وكان بيستعمل حاجة من برنامج اسمه سناب شات عشان بيعمل اللنز فبتطلع الصور حلوة فأنا قلت لهم خلي بالكم إن السناب شات دي بتاخد الصور واتطلها لك حلوة على التلفون بتاعك بس تفعيل الفلتر ده بيتم فين بيتم في السناب شات في السيرفر بتاعه بيتم في أمريكا أو في الإمارات حسب هو البرنامج شغال منين فبالتالي الصور حضرتك بتروح هناك تتزبط وترجع لك طبعا الناس عشان هما في مصر طبعا في سنهم في سن الحكمة فوق يعني هما أمهاتنا وخلاتنا وعماتنا وكده ما عندهمش هذا الوعي فلازم المواطن يبقى حريص شوية إن أي برنامج بيدي له خدمة مجانية يشأل الناس هتعمل كده على السوشيال ميديا بس أنت إحنا نعمل كموزعين لا حضرتك لا حضرتك حضرتك معنا برضه حضرتك لا إحنا حضرتك البابلك فيجرز البابلك فيجرز دولة واحد من المخاطر عليهم إن أسماءهم تشوى وصورهم تشوى وأصواتهم تستغل ويتعامل فيديو بناءا على المخرجات اللي موجودة على السوشيال ميديا وإحنا لما نوقف إن يبقى بابلك فيجر لازم نفهمين هذه المخاطر في مزايا وعيوب لكل حاجة بالتأكيد لشغل إنك تبقى يعني على الهوات وللوقت أو إنك تحط صورك على السوشيال ميديا أو الذكاء الاصطناعي فيه كل حاجة لها جانب إيجابي وجانب صلبي أكيد